موسيقى هناك علامات واضحة تنذر الشخص بإصابتي بالتسمم الغذائي من أبرز الغذيان والقيء وتقلصات البطن ولكن يجب اللجوء إلى تدخل الطبي إذا استمرت الحالة لأكثر من بضعة أيام خصوصا عندما يتعلق بإصابة الأطفال أو الحوامل المزيد حول الموضوع تنضم إلينا في الستوديو الدكتورة هادية قياسة أخصائية طب باطني دكتورة هادية قياسة عفون دكتورة هادية مرحبا فيكي صباح الخير صباحكم عملت أهلا وسهلا بس لك في البداية عن أنواع هل في أنواع للتسمم وهل في أعراض محددة تماما طبعا هو شائعة كتير مهمة ومنتشرة هلا خصوصا بفصل الصيف وهلا الإجازات والسفر طبعا في عنا نحن نوعين أساسية من التسمم الغذائي فيه تسمم الغذائي المايكروبي اللي بيكون نتيجة عن تسمم الغذاء بمايكروبات وفليات وفيروسات أو بكتيريا وفيه تسمم الغذائي الكيميائي اللي بينتج عن تلوث كمان غذاء بالمبيدات الحشرية عند رش الفواكه ورش الخضروات طبعا أكثر شيوعا أكثر انتشارا هو التسمم الغذائي المايكروبي فيه كثير من الأعراض مثل ما ذكرتوه مثل ما أنتم كمان ذكرتوه في التقرير من مثلا إسهال من تبقيه مثل ارتفاع درجات الحرارة آلام بالمعدة هلأ الأعراض ممكن تتفاوت من شخص إلى شخص يعني إذا عندنا مثلا شخصين أكلوا نفس الأكل ممكن هذا الشخص يصير عنده أعراض تسمم الغذائي والشخص الثاني لا فهون بيجي فرق المناعة بيكون فيه طبعا بيكون فيه نقص بالمناعة عند هذا الشخص بيكون درجة تلوث الأكل لأكله أكثر من الشخص الثاني فبالتاني هون الأعراض ممكن تتفاوت يعني على حسب نوعية الشخص أو مناعته صح؟ تماما على حسب مناعة الشخص وعصاب كمية التلوث الموجودة بالأكل طبعا نحن مثل ما ذكرته كمان الأعراض ممكن متفاوتة بس أهم شيء أنه الأشخاص لما يصير عندهم أي عراض من هاي الأعراض خصوص ما يكونوا مسافرين يتنبأوا متى لازم يروحوا لاستشارة الطبيب ما يروحوا على الصيدلية ويأخذوا دولة حالهم هذا اللي بصير وممكن يصير يعني الله لا يقدر أعراض تانية تتفاقم لا لما يصير عندهم أي الأعراض بيحن نذكرها هلا اللي هي مسمية علامات الانذار هون وقته يجب عليهم استشارة الطبيب جاوبين على علامات الانذار قبل ما ننتقل لموضوع الوقاية والعلاج كمان تمام هلأ إذا كان في إسهال مهيرة استمر أكتر من 24 ساعة هذا alarming sign أنه لا وقته لازم يستشيروا الطبيب بس عادة عفوا أن الإسهال هو طريقة الجسم للدفاعية والتخلص من المكروب بالعكس يعني أغلب الدكاترة بيشوفوا أنه موضوع الإسهال هو يعني محاولة إخراج الجسم المكروب من الجسم حلو تمام بس وقت بيكون فيه مهيرة أعراض تاني مصاحبة للإسهال يعني بيكون فيه ألام بالمعدة بيكون فيه تقيق التقيق يستمر أكتر من 12 ساعة بصير الله كمان يعني لا يقدر أحيانا أعراض جفاف مثل إحساس بالضعف الوهن هبوط ضغط الدم كلهم الأعراض إذا صار فيه دم بالبراس كمان هذا عادم alarming sign هلأ نحن أكيد لازم نتنبأ شو هن الأشخاص اللي هنه منقول يعني أكثر خطورة مثل ما ذكرتوا بالتقرير كمان مهيرو عمر إذا كان فيه حوامل طبعا الحوامل هي علامة خطورة لازم نحن مباشرة نلجأ إلى استشارة طبية ونأخذ العلاج اللازم الأطفال أو الكبار بالسن كمان هون أكثر عروضة أنه هاي الأعراض ما نحن ذكرناها تماما ممكن يكسر عندهم مشاكل طيب دكتورة كمان يعني خصوصا للناس المسافرين الآن يعني في بعض الناس منعتهم تكون خفيفة أو منعتهم مش بطالة بينما أنهم أكلوا شغلة معينة عليها مايكروبات كثيرة وتعرضوا لتسمم غذائي في وقت السفر بالتحديد إيش الطرق السليمة أنه بحيث يعالج نفسه بأسرع وقت ويستمتع بما تبقى من رحلته تماما هلأ بالنسبة للأعراض إذا كان في بدقة الأعراض طبعا تسمم غذائي ننصح دائما بشرب كمية من السوائل 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 أي إن كان؟ خصوصا الماء تحديدا لحالة هي علاج للإسهال هاي واحد وتعطيه مثل طبعا لأنه يعني لما بصير فيه أعراض تسمم غذائي بصير فيه تحسس بالمعدة والأمعاء فتبلش كل الأكلات تصير شخص يعني ما يهضمها وخاصة كمان السوائل فتطلع في الخروج فهون لا نحظ إنه نعوض عن طريق شرب كمية كبيرة كمية كافية من السوائل في حال إذا صار فيه ارتفاع بدرجة الحرارة هذا مؤشر إنه ممكن تكون تسمم غذائي مايكروبي إذا كان مصاحب للأعراض تاني مثل إسهاله أولا مغص هون لا بحاجة إلى أخذ مضاد حيوي مطهر للأمعاء حتى نتخلص على هذا الميكروب وتخفى الأعراض فبالتالي أنا بنصح إنه أي واحد يكون مسافر يأخذ معه احتياطات لازمة يعني يأخذ معهم هي السوائل تماما هي السوائل بتكون من شكل باودرز اللي هي تدوب بالماء وتعوضك على الأملاح اللي بيفقدها الجسم وتبصير في إسهاله المدرة يعني تماما هي مثل من سميها oral rehydration solutions بيكون فيها معادن بيكون فيها أملاح تماما ننصح إنه يأخذ مضاد حيوي اللي هو نوع محيّن طبعا دائما بنصح أي واحد بيأخذ السفر أنه يعمل استشارة طبية إذا هو عنده أي مشاكل تانية دائماً الطبيب المفضل عنده ممكن ينصحه شي لازم يأخذ نساء خلينا بيما أنه بنتكلم على هذا الموضوع كمان إيش النصائح للوقاية من الإصابة بالتسمم هل مثلاً يتجنبوا مثلاً البوفي وهم مسافرين هل في أشياء معينة تدابير معينة لازم يتبعوها خلال السفر وتحديداً إذاك في وجهات معينة لازم تكون التدابير فيها أكثر شوي طبعاً أكيد هلأ وقت بيكون في وجهات اللي هي بتكون صيف حار يعني بيكون في رطوبة عالية رطوبة عالية لهاي السبب بتكافر البكتيرة بالأكل هلأ بشكل عام لخطوط العاقدة نصحه أنه يتجنبوا الأطعمة المكشوفة آها يعني ما يروح يشتري من عربية أوكيش تماماً يكون في الأكل المكشوف لأنه هذا عرضة أنه يصير فيه تلوث عن طريق الهواء بالنسبة إذا بدون يتناولوا لحوم ودواجن دائماً نصحه أن تكون مطهوة بشكل جيد تماماً لأنه كمان لحوم ودواجن هي عرضة أن يصير فيها تلوث عن طريق البيكسيريا طيب لي أحب أن أكل ويلدان طيب ميديوم وال سوري ماش في الصفر ماترجع ميديوم وال مالتنسينه بالسطور لا لا ميديوم وال أوكي هي I think rare ميديوم تماماً إيه هلأ نحن نقول له ميديوم تويل كوكت تماماً بس في الحقيقة نعم المكان اللي أنت عبت تتوجه له لتناول الأكل كمان يعني يكون من الأماكن بس دكتورة أنا مثلاً في قصة عرفتها أنه أوكي انتبهوا للأكل بعدين صابهم تسموا من إيش الثلج الثلج كان من ماء أحياناً بعض الخضروات أشياء بسيطة الصلطة تكون الخصة مثلاً مقصولة هون أنا بنصح أنه ما يأخذوا يعني عادةً يتجهوا أنه يبتعدوا عن الأشياء اللي ممكن بدي يكون تعقيم أكتر يعني الخضروات الورقية هي بده طريقة من الغسل لازم تكون يعني بلاش الصلطات كمان الأفضل بشكل عام الأشياء الورقية اللي بتكون هي خلينا نقول محضرة يعني بدون ما تكون معمولة الصلطة تكون جاهزة هوني لا أنا بنصح أنه يبتعدوا عليها طبعاً المكان موخفوق فيه ما يطلبوا ثلج كمان الثلج أي كمان هاي مهمة أنا بشكل عام بنصح أنه تجنب الثلج طبعاً في الأشخاص اللي هنه لازم يأخذوا ثلج لما يشربوا أي شيء مشروبات بس طبعاً هوني بيعتمد على يعني مثل ما قتل نوع المي المأخوزة والهي هلأ بشكل عام الأطعام المكشوفة الأطعام النية هي فيها زيادة بنسبة التسموم الأغذية المطهوة جيداً هوني نحن لازم نتجم سوصل إلى الأماكن أو الوجهة اللي فيها رطوبة كثيرة أو تماماً تماماً بالإضافة أكيد إلى نوعية المي اللي هبتشار دائماً يكون عندك كمان مي معاك دائماً يريد تكون في علبة معقمة وأنت عارف من وين شاريها شكراً جزيلاً على هذه النصاحة من الدكتورة هادية قياسة أخصائي الطب بطني لتجنب وعلاجة السموم الغذائي شكراً جزيلاً شكراً يا دكتورة شكراً لك